تحديثات ما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة الفيف بأن الصواريخ الروسية أساب صباح اليوم على هذه المدينة أصابت منشآت للبناء التحتية للطاقة ربما هذا ما يفسر ربما انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد واسع من المناطق الأوكرانية الحاكم العسكري لهذه المنطقة أيضا دعا المواطنين إلى البقاء في الملاجئ وقال بأن خطر التهديدات على المنطقة الغربية لأوكرانيا لا زال قائما أيضا في المستجدات ما ذكرته شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي قالت بأن هناك أضرار لحقت بالمحطة الرئيسية لسكك الحديد هنا بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي في ذات السياق أيضا وبالنسبة للهجمات منذ ساعات الصباح الأولى ومن المعلومات ربما المهمة التي ذكرها الحاكم العسكري لمدينة كيريفيريغ التابعة لمقاطعة النبر في شرق أوكرانيا وهو أن القوات الروسية أطلقت خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 47 صاروخا كما قال على أهداف في مناطق متعددة في أوكرانيا إلى ذلك لا زال هنا صوت صفارات الإنذار قائما السلطات جددت تحذيراتها للمواطنين بضرورة البقاء في منازلهم وكذلك في الملاجئ وتؤكد بأن خطر ضربات جوية لا زال قائما في ظاة السياق أيضا ذكرت وسائل الإعلام المحلية في منطقة دنيبرو في شرق أوكرانيا على أن هناك أضرارا واسعة سببتها الغارة الجوية على هذه المدينة وفي أوديسا تم ذكر بأن القوات أو قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت عدد من الصواريخ الروسية في سماء هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد موسيقى